قالت شركة إعمار أن المقابل النقدية الذي سيتم الحصول عليه من بيع نمشي يزيد على المبلغ المستثمر بحوالي 127 مليون درهم وأوضحت الشركة أن الصفقة ستحقق صافي ربح بأكثر من 628 مليون درهم وأن نسبة الربح الفعلي تتروح ما بين الخمسة وسبعة في المائة بناء على صافي قيمة أصول نمشي المسجلة في تاريخ إغلاق الصفقة وأكدت تعمار أنها ستقوم باستثمار عائدات الصفقة في مجال التطوير العقري متوقعة إغلاق الصفقة بغضون 6 أشهر من تاريخ التوقع